إخوانا دائما ونحرص على أن السيد المشاهدين يكونوا على علم ودراية بهذا الأمر إننا لابد أن أفرق بين حكتين بين الصيام كفكرة والصيام كفعل أنا دوات عايز أربي طفلي أو ولدي على الصيام لابد معرفه إيه هو الصيام الصيام ده شرع ليه أصلا الصيام ده بيخليه الفكرة اللي هو عنده عن الصيام إن ربنا سبحانه وتعالى يعذبنا لا طبعا الله سبحانه وتعالى لا يعذبنا ولكن هي من باب التربية الروحية فأنا أحفزه على شهر رمضان وقدوم شهر رمضان كانوا زمان كده أجدادنا يحكوا إن كانوا ييجب واحد رجل كبير في السن يلبس سياب بيضاء ولهم عم رمضان جه وعم رمضان جه وعم رمضان ده جاي ومعه جوائز وبيفتح لنا باب الجنة طوال شهر رمضان بيحصل عملية اشتياق من الأطفال إلى معرفة وحب شهر رمضان وتأهيل نفسي لهم فأنا بالتالي إننا والآن المجتمع حتى النمساوي عنده هذه الحالة فكل عام في بداية شهر رمضان تتوالى التهنئة من أطياف المجتمع حتى وإن كان غير مسلم لكن المجتمع والمواطنة والعيش المشترك تأتي التهنئة حتى من كبار الدولة إلى المسلمين بالتهنئة بشهر رمضان هذه فكرة لابد من تنميتها في عقل الطفل وإحساسه بأهمية شهر رمضان الفكرة تترتب على إن الصيام ده إن أنا أتحكم في حواسي إن أنا أتحكم في ملازاتي إن أنا أستطيع إن أنا أواجه مشقة ولو يسيرة للجوة أو للعطش ليه؟ لأن الذي يستطيع أن يتحكم في نفسه حال الرخاء يعني هو دلوقتي الطعام والشراب ده الطعام والشراب ده مباح له في كل وقت لكن في شهر رمضان غير مباح في هذه الأوقات نعم؟ طيب هذا الوقت اللي هو غير مباح له ما يمنع الطفل إنه هو يختبئ ويأكل ويشرق ثم يخرج فيتظاهر ويتظاهر أنه يعني أنا تعبان وأنا صائم وأنا عطشان وهو قد أكل وشرق لابد تربي فيه خلق المراقبة مراقبة نفسه مراقبة إنه هو لابد أن تكون عنده عقيدة وعنده فكرة يدافع عنها ومن سما هذا الطفل حينما يكبر ويبلغ حين تلزمه الحاجة إلى طعام أو إلى شراب أو إلى مال أو خلاف ما الذي يمنعه أن يشرق؟ هذه التربية الداخلية ما الذي يمنعه أن يجذب هذه التربية الداخلية؟ ومن سما فكرة الصيام إننا لازم أوديها للطفل على أنها فكرة يسيرة ولازم عنده الإدراض بمعنى الصيام له إحنا بنصوم هذا الأمر الأول الأمر الثاني بقى اللي إحنا قلنا عليه الصيام كفكرة والصيام كفعل الصيام كفعل قلنا فيه التدرج وفيه التيشير وفيه مرعاة حالة الطفل تختلف من طفل إلى آخر كل حسب طاقته وحسب قدره لا يكلف الله نفسا إلا وسعى اشتركوا في القناة